اشتركوا في القناة موجودة معنا اليوم وبيش تحكي على التجارة بمتاحها بامتياز انتي وإلا هو انتوما اللي تفرجوا فينا من تونس وخارج تونس وعندكم مشروع عندكم نية مشروع لقيتوا بعض الصعوبات انتشرتوا محليا لكن ناويين على العالمية الإجابة عن تساؤلاتكم والإجابة عن كل ربما الإشكاليات اللي تتعرضوا لها بيش تلقاوها أكيد في هذا الوقت مع الناس الموجودة اللي عاشت التجربة ونجحت وحلقت في أعلى المراتب الفضاء موضوع على ذمتكم أهلا وسهلا ومرحبا بكل تجارب التونسية اللي موجودة معنا البداية تكون مع حسن نشتيوي فلاح تونسي عنده أكثر من 25 سنة تجربة الفلاح هذية يملك أكثر من 54 بذرة تونسية أصيلة هالبذور هذية تعتبر كنز وقيمة ما تقدرش بثمن اليوم موجود معنا بشيحكي على هالبذور هذية كيفية استثمارها حتى في الأراضي القاحلة والصحراوية والتجارب اللي قام بها أحسن دليل على ذلك خلينا نرحب من بعضنا بحسن الشتيبي أهلا وسهلا ومرحبا سيحسن فضل شكرا مرحبا بيك نوارتنا سيدي شكرا شنوال أحوال الحمد لله نوارت سيديواتنا شكرا مرحبا دونك إحنا بش نحكيه على هالبذور هذية 54 بذرة موجودة من البذور الصحيحة والذات جودة عالية الناس ربما تتسأل تقول فم بذور أصلية وبذور هاجينة طبعا هو بعد يأس تقريب الناس كل أيست الناس كل والله في هاجس وخوف كونه ما عادش فهمه الغبور أصلية في البلاد الفلسية ولكن أنا كنت نخدم في صمت بحكم أني طبعا مشروع مهم ومشروع عنده استراتيجية قوية في العالم ومطالب في فترة ما أني نخدم من غير ما تتكلم لكن اليوم الأعليم يتكلم معليك والتفاصيل من هالمشروع واستراتيجية العمل على مددد أكثر من 25 سنة نكتشفوها من خلال روبرتاج ورجعي مع أحسن الشيبي مرحبا ألاك الله وخي أول حاجة فكرنا فيها كيفاش نجم ونطوروا من الإنتاج معناها حاولنا باش نعطيه للقمح يعني فرصة أنه يكون منتج أكثر من هو كان عليه والمدة والعليه والعادات والتقاليد بتاع الفلاحة ولقينا في الفلاحة فهم برشة أخطاء من بينهم هو الإكثار في البذور في المساحات عوضاً على أنه باش نحطه خمسين كيلو في الهكتار ووصله حتى لثلاثة مات كيلو في الهكتار في برشة جهات على أساس أنه الأرض يعني البذور يعني قد ما تعطي بذور قد ما هي يعني تعطيك أكثر ولكن هو الحقيقة للأسف الشديد عكس ذلك وبدأ البحث المتاعي حتى لأنه توصلنا إحنا كفلاحة بالوريتي بركة وشتيوي وصلنا نحطه في خمسين كيلو في الهكتار ونعطيه في مردودية أكثر بكثير من المردودية اللي كنا إحنا نحطه في مئتين ومئتين وخمسين كيلو البركة هذية لقينها في التراب جابونا التراب صبونا في الأرض جاءنا مطر في الخريف بنبتة القمحة تبعناها لقينها تعمل مئة واربعة وصعين صن يعني حاجة خيالية تعطي مئتين جرام تعطي مئة وخمسين جرام قمحة مئة جرام مئة وعشرين جرام الحبة يعني الحبة يعني قلنا عليش ما نشوقوش طريق أنه نحطمو أرقام بقياسية على مين نلقام كنت صعبة لقينا إحنا في منطقة سقوية ما عدناش ناخدو المين ما عدناش واصل أصلا إحنا في بلاد نورمالما الدولة أو الإدارة تعاونك وتتفقدك وتزورك ما فهمينش مستحيل ثم يعصوا علينا شكون يجينا من البرة يعني لهما جاوا عاونوا وساعدوا ولا خلاوا شكون يساعد وعملوا قانون 1999 يحمي البذور الأجنبية على حساب البذور التونسية يعني هذه المصيبة الكبيرة عادة دولة تعمل قانون تحمي بيه بذور جاية من البرة على حساب بذور التونسية يمشي مرسوا وهذاك علش الفلاحة فرتوا في قمحهم على خاطر الدولة لتعمدت أنها ما تقبلش القمح طموحي هو أنها تونس تولي لولا في العالم بالقمح وذي علش ابننا كمشروع وكفكرة وكموسوعة علمية في هذا المجال مرحبا بكل الناس اللي تحقت بنا مرحبا بك سيحسن في هالفضاء هذية موجودين مش نحكيه على 54 نبتة تونسية أصيلة مشروع حياة عمره 25 سنة وهنا بتقوى هالبذور هذية موجودة عينات كان تعطينا أكثر تفاصيل عليها وعلى نوعيتها أقبل كل شي نشكر الإطار الفني والإطار الإعلامي على استضافتي كذلك نشكر القناة الثانية الوطنية مرحبا مرحبا على استضافتنا باش نعطيه فكرة للناس اللي هم الحقيقة كما قلنا بكري أنهم وصلوا إلى مرحلة اليأس والبذور الغير التونسية الياميش أصلية تغات على السوق وتغات حتى على الحقول وأصبحت هي مستعمرة للبلد التونسية بسمحني ربما يسؤيل يفرض روحه عليش هالبذور الهجينة واللي التاغي على محاصيلنا ومنتوجنا التونسي في حين أن البذرة الأصلية موجودة الدعم فما برشة الدعم ووقتي واللي الدعم المادي والدعم المعنوي والقانون والتشريعات وكلها تخدم البذور الهجينة بحكم أنهم البذور الأصلية هذه أصلاً ما عادتش موجودة في القوائم الدعم والتشريعات وكلها تردتها بالعكس كيفيش استعدت استعديت ولا كيفيش عودت تخذيت هالوصول هذين كفالله اليوم قاعد نسترجع في استقلال بلادي من حيث البذور كيفيش خدمت كيفيش عملت بش رجعت البذور خمسة وشيسنا هي فهمة برشة أسرار الحقيقة مش تعطينا الأسرار الكل البعض من الأسرار البعض من الأسرار هي البذور هذية قديمة تونسية خدمت بها لحضرة الكل من كارتاج نبدأ أرخوا من العالم العلمة ماجون الله يرحمه اللي هو قبل الميلاد هو كارتاجي تونسي فلاح أعمل موسوعة علمية أخدم على القمح أخدم على الزيتون أخدم على الكروم أخدم على برشة حاجات وبالأخص أول فلاح في تونس في العالم هو اللي عمله الدرناج هو اللي صفى الأرض من استصلح الأراضي المالحة في هكي التاريخ بالحجر وبالحلاق ممتع الفخار وأعمل برشة حاجات إنتي سيحسن عندك نظرة استشرافية للمستقبل وللتأمين الغذائي ربما للشعب التونسي مستقبلا في ظل التغيرات اللي نعيش فيها الكل هل عندك دراسة جامعية أو شهادات أكاديمية هي اللي خليتك تمشي في الثنية هذه وإلا بحكم أنه أبعا جد في الفلاحة وفي الأرض وديك في التربة هي اللي خليتك تفهم هالنوعية متاع البذور كيفاش تستحفظ عليها كيفاش تستخرجها كيفاش تثمنها كيفاش تكبرها وتحسن من المنتوجية متاحها والله هو أولا أنا عصامي عصامي التكوين إنسان الساسة ابتدائي باش ما معناش شهايد علمية وما خلناش في جامعات ولكن غيرتي غيرتي على بلادي وحبي لها وحبي للميدان والقطاع الفلاحي وبالأخص القمح خلاني أكثر من الأكاديمي خلاني أكثر من فيلسوف خلاني أكثر من عالم لأني وليت نعيش مع الطبيعة ووليت نتكلم مع الطبيعة وقدر معنا كلمك مع الطبيعة خليك تنجم تفرز هال 54 نوع من القمح خطر أنك نشوف بالعين المجردة في الدبابس هذي الكل نشوف تقريبا نفس حبة القمح لكن في كل دبوزة فما اسم وفما تسمية يقول لك بالعين المجردة نشوف فيها هي بيد هالكعبة قلت لي أنت لا أنا نعرف كيفاش نفرق ونميز مبيناتهم أحكي لي على تفاصيل هالجودة والنوعية في هالقمح هذي القمح التونسي هو ما تنجم تفرقه إلا بالسنابل يقرب البعض وقت نجيه مثلا أهي يا سليب شو الفرق ما بين هذي وهذي هذيك أجناح خطيفة وهذي وهذي البيدي هذي صفرة العكس تقاها أجناح خطيفة كحلة يعني في الدقائق في الرقائق في العرض زادة يسير زادة الفرق والتمييز هذي مثلا هذه البضرة هذي عاملة سيجل هي عاملة سيستام متاعها شبه مقاوم للطبيعة في الطبيعة متاعها هذي سميناها الكبراء هذي المقاومة هذي مثلا مثلا هذا نعم مقاومتها للطبيعة فيش يتمثل الفما البوزويش وفما الكبراء وقت اللي تبدأ في الصيف خاطر فما برشا حاجات يصيروا في الطبيعة ما يروهمش الناس هك الأفعى هذيك اللي تعمل الكبراء تبدأ في الصيف تدور في الحقول وتشد في البوزويش باش هو يحط على الصمبلا وهي تشده باش تاكله هي عاملة نفس السيستام متاع الكبراء باش تحمي روحها وتحمي بذرتها وتحمي بذرتها ثم القمحة مش كل صمبلا تعطيها لك شوف هنا كينك تخضرها هنا كينها يعني عاملة نفس السيجل غير شاهد فورما متاع الكبراء فورما متاع الكبراء فورما متاع الكبراء سبحان الله سبحان الله يعني تعمل نفس الفورما متاع الكبراء أوتو ديفانس هذيك الطبيعة الطبيعة هي تتأقلم كذلك البذرة فما بذرة فارغة مش معناها ميتة احنا الفلاحة يقول لك هذه بذرة ميتة مجي حد شيء لكن هذيك طبيعة النبتة هي تشرجي خاطر هو عبارة لحبة كي الساك حبة القمح عبارة لساك مش تشرجها مش تعبها فما حبيت يتعداوا فارغين علش يتعداوا فارغين هكوما باش هي تتواصل لأن الفارغة لا تكلها نمالة ما تهزاش النمالة وما يكلهاش الفرخ والإنسان كذلك ميت معشا وكذلك في نفس الوقت تقاه خفيفة يا يهزها الريح يا يهزها الماء أنا نحبله هنا نسأل قمح الهذبة قمح العودي قمح السكري قمح فارينة طيبة قمح الفارينة تمغزة تمغزة شعير نبي عليه الصلاة والسلام البركة الشتيوي الينرات العويجة وغيرها من الأنواع أنا هو أجود نوع من القمح اللي موجود حاليا في هذه الجزور ولي ما عندوش قمالية ما يتقدر شبسوه نظرا اللي يجوتو اللي ما يتقدرش بثومه بكله ما يتقدرش بكله 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 لأنه أقل نوع متع قمح 17% بروتينات ما يوعاد المرة واشتر على القمح اللي يجيبوا فيه خاطر القمح اللي يجيبوا فيه قمح اللي ننجو فيه كريم ورزاق وقمح نحن تونسي هذاك لكن ما يفوتش 13% بروتينات لكن القمح التونسي القديم الأصلي أقل قمح 17% نشاء وأقل قمح في البروتينات هو البيدي وكذلك أكثر قمح يعني أكثر بروتينات وأقل غليتان يعني ما فيه شي برشا غليتان إذن صحي وفيه فوائد عظيمة بالنسبة لا تحصى ولا تعد لا تحصى ولا تعد ولكن فما تيما فما فارق ما بين البيدي مثلا وجناح خطيفة فما خمسة نقاط يعني جناح خطيفة يوصل حتى الـ 22% 22% يعني بروتينات أنا سيحسن نسأل هنا المجهود هذية دم سنوات وسنوات أكثر من 25 سنوات أكثر إيه إنسان يتفرش فيك يقول الخدمة الجبارة هذه خدمت بها وحدك وإلا كانت معك الناس أمنت بالمشروع وإلا جمعيات وإلا مؤسسات شكون اللي كان ليك السند والعون في هالمشوار الطويل لليوم نحكيه على 54 بذرة تونسية أصيلة السند الوحيد هو ربي ونعم بالله أمنت بروحك بمشروعك واخدمت عليها لا بالعكس واحد يقول مهبول واحد يقول هذا يتشعوذ فمع علماء قالوا يتشعوذ يعني أنا نقلم في أنواع عم تعقمها وهم يقولوا يتشعوذ لكن نحنا شعلنا فيهم يدبروا رؤوسهم لو آمنوا كيفي لا صنعوا خير مني خطرهم عندهم المادة العلمية وعندهم الإمكانيين كيفيش لميتهم هالبذور على 25 سنة كيفيش؟ تمشي من أرض الأرض تعب البحوث تنمشي من أرض الأرض زيارة ميدانية تشخلني عرفت الكبراء تشد في البزويش يعني أنا عديد المرات حشاكذيب الحلوف الكبراء العقارب يعني تعرضت البحشة عديد من التحديات والصعوبات صعوبات كملت المشوار ومستهل أنك أنت تشق خمسين ولا ستين كتار قمح تمشي في وسطهم وهما شايحين وفيهم بارشة حاجات يعني هويش قد يكون تلوش بالكعبة بالكعبة بسبولة بسبولة ديما نمشي في الحقل والسبولة اللي أطول من أختها هي اللي نمشي لها هي اللي تلديل إنه اللي يشد انتباهي أكثر واللي نحب نثمنه ونعزه وقل لك بارك الله فيك على المجهود والمبادرات القيمة اللي تقوم بها إنك توزع هالنوعية من البذور الأصيلة اللي نرجع ونقول لا تقدر بثمن للناس وللشبان الراغبين في بعض مشاريع حتى في أراضي سحرابية مجانا نسطر على مجانا واحدة أخر نجم يقول لك بأسعار باهضة وباهضة جدا أنت اخترت الخيار الصعيب بالنسبة ربما إليك على خطر أنت مجهودك متاع سنوات ما يتثمنش لكن للناس حليت البيبان وقلت خوذوا هاي البذرة وقلت خوذوا هاي البذرة من الغذاء التونسي؟ أولا أنا أعطيتها بلاش على خاطر أنا أمنت بالفكرة وأمنت بالمشروع ومينجم يقدم المشروع إلا ما تكون فيما تضحية والماديات مش كل شي مش الفلوس هي كل شي إحنا عارفين اللي مش تجيه برشة فلوس أنا عارف اللي مش تجيه شكاير فلوس أنا عارف اللي تونس مش تولي بلد مصدر إلى قمح فقدوا العالم راهوا القمح هاي خلال العاشر سنوات القادمة إن شاء الله العالم معتش عنده وصول وتعرف أنت العالم قادم على أزمات واليوم تونس تقى روحها عندها 54 نوع لأنه في الأخري ولي ملك الدولة وملك الشعب ولو أنا تعبت ولو أنا شقيت ولو أنا اجتهت تنجم غدوة الدولة تقولك هذا كم تاعي حقي حق الدولة حق الشعب وأني مليش مش نجيه نقول الشعب التونسي ليه بالعكس أنا قدمت واصبقت خبير على هالمبادرات هذية بالقلق تنقلت في الأسواق تنقلت في المظاهرات تحدثت في الإعلام وقلت هاي البذرة موجودة إيجا أسعى أخدم وأنا معاك تظاهرات اللي شاركت فيهم ربما شاركت في برشة مهرجانات أخيرا جينا من طوام شاركين في الصحراء قاعدين نحيوا في الفكرة قلت لي في تطوين في دوز غيرة من البناطق الصحراوي والنتيجة كانت ممتازة ومعايا اليوم فلاح من تمغزة تحياني جامعايا وقاعد هو حريص على أنه يقدم بالجهة متاعه وقاعد منها رغم لي عندهم الدقلة وعندهم كذلك لكن قالك علش لا منوليوش إحنا بلاد من جامعة قمح ريادة في ماتوج جديد قمح تونسي اليوم يطال بينا في تطوين نمس جاني سي بالقاسم زادة كيف كيف معناها إنسان زادة طيب ياسر من تطوين وعرض عليها فكرة المشروع وفهم برنامج كامل على تطوين وعلى غمراسن فهم برنامج على مدنين فهم برنامج على القيروان يعني المنتوج قاعد يكتسح بالشوية بالشوية المناطق الداخلية والاستراتيجية الي خدمت عليها واللي كانت في بالك قاعدة تتجسد ميدانيا بالطرف بالطرح على مراحل أي وأكثر ما كنت نتصور الحمد لله أكثر ما كنت نتصور ندائك للشبان اللي قاعدة تتفرج اللي عندهم أراضي لكن ما عندهمش البذرة عندهم النية لكن ضايعين ومش عارفين فين يمشيوا ووقتيش يمشيوا وشكون اللي بشي قطرهم شنو تقول لهم ندائي للشباب أنا حسب ما جاوني فلاحة من الجنوب التونسي وتحستوا على بعض البذور الأصلية من الخارج وإحنا عنا بذور تونسية موجودة حاليا في كندا وفي برشا بلدان وإحنا لهنا نسميوها عوجة وهما يسميوها فرعوني أو يسميوها اسم آخر أنا نقول البذرة في البلاد هذه تتبع بأن دولار البذرة يعني ما يعاد الكيلو القمح تقريبا بستين مليون بستين مليون هذه القيمة الحقيقية بسعار الدينار القيمة الحقيقية أكثر مذهب أكثر مذهب أنا شو نقول للشباب أنا نقول ويزمك تؤمن الساعة بكون كنت موجود ويزمك تؤمن بكون كراك في بلاد عندها تاريخ وتاريخ القمح خاطر اللي يحب يفهم شنو معنى القمح يقرأ تاريخ القمح يقرأ كيفاش تبنات الحضارات على القمح كارتاج كيفاش تبنات اللي رومان علي جاء ما جايش باش يجيب برشة ناس يتصولوا اللي رومان كي جاء الكارتاج جاء باش يجيب لا بالعكس جاء باش يهز العرب نفسهم كي جاءوا جاءوا باش يهزوا يعني كل الحضارات اللي جات لتونس جات من أجل القمح هذا اللي اليوم الحقيقة للأسف الشديد أنه الشباب التونسي أو الشعب التونسي ميزال موهوش فاهم أنه هو يملك الذهب الخام أنه هو يملك الثروات اللي هي مش تكون حلول استراتيجية في مستقبل الشعوب أكيد أنا شو نقول نقول له أنت يا شاب قادر بحكة قام حكم هذه تصنع مجد تصنع مجد أنا قالوا لي من الحبة بنيت قبة يا نعم بنيت قبب توا أنا نقول للشاب بألف متر وتبدأ وخير من اللي قاعد في قهوة وخير من اللي بطاعد كيفاش ينجموا يتواصلوا معك اللي قاعد يتفرج فيك أنا موجود في كل وقت وعطيته الفكرة وحاذر مش يبدأ مشروعه على الفيسبوك ينجم يتواصل معك حسن نشتيب عمري ما سكرت الباب في وجه حد نهار حد نهار سبت نهار العيد اللي اللي وأكثر من هكا ونحب نثمن المجودة متاعك قطلي مش نعطي كعبة القمح أكهو لكن نتبع ونقطرهم بعض هكا الدفل وإلى الشاب وإلى الكهل اللي عنده النية واللي تبع مشروعه ونقعد نتبع لليوصل للنتيجة ايه احنا نمشيه قطلك نمشيه ونعطيه في القمح بلاش مشينا الناصر الله مشينا سيدي بوزيت يعني احنا مش مشيه حالة المناطق الكل يعني نمشيه ونتنقله ونهزه ونعطيه للناس باش يكثروا وباش يتعلموا طريقة الزراع خاطر القمح فما سر في زرعانه احنا عادة طريقة الزراعة في تونس هي غالطة ووصلوا اليوم يحطوا في أكثر من 200 كيلو في الهكتار والحقيقة هذه معناها تهلك الأرض وتنقصلها من الخصوبة متاحها من غير ما تعطي مردودية على ذكر الخصوبة وعلى ذكر المردودية سياتك تعتبر من خيرة الفلاحين في الجمهورية التونسية على مستوى المردودية لكالي تي والإنتاج وزيد قاعدة حظر للدخول في مسابقة جيناس الدولية في القمح اللين هذي على مستوى المردودية والجودة العام الجاية أعطيني هالمحطات هذي انت كفلاح تونسي كما قلت عصام التكوين بديت من لا شيء وفين وصلت وهذي رسالة موجهة الكل شيء بتونسي كما قلت تنجم توصل أنا اليوم عندي مشروع مشاركة في جيناس للتحطيم فخر هذا فخر كبير القياسية وبقمح تونسي موهما كلهم قالوا القمح تونسي أصبح غير ذات مردودية ومعاتش عنده فاعلية وفيه من عرش برش عيوب وبداوي يكثروله في العيوب حتى لين نحوه حتى من القوائم احنا اليوم قادمين على مشروع مهم عالمي ودائما معاملين على ربي هو المشروع بداعمناه قصوا علينا الماء احنا رجعنا الجناس وقلنا لهم على الظروف قالوا لنا تنجموا وتواصلوا و تقدموا المشروع عام الجاي ومشروعك تقدموا العام الجاي احنا انا سيحسن نحب نستغل الفرصة فما برشة مبادرات ربما تكون ذئيلة ربما تكون محدودة في نفس التوجه متاعك فما مساندة مبين الفلاحين مبينات الناس اللي يتمثل الفلاح من أجل النهوذ وتأمين الأمن الغذائي التونسي نرجع ونقول في ظل التغيرات وفي ظل كل الظروف اللي قاعدين نعيشوا فيها دوليا اليوم ثم مساندة وتكاتف بين أهل القطاع اليوم بديت 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 يعني انا جاي داخل للتلبزة وكلموني برشة فلاحة ويحبوا يقولوا برشة كلام ولكن بديت والحمد لله وين كنا وين صبحنا يعني احنا اليوم لحقيقة الفلاحة الكل متحمسة اذا مش الكل الغالب وبالأخص برشة شباب برشة شباب عنده طموح ولا ويحب يخرج من التبعية تبرمجوا انكم تعملوا هيكل ربما يمثل هالقطاع هذية شباب كهول ناس عندها خبرة لي سنوات تحقوا المراد والاهداف المرسومة على المدى القريب البعيد وحتى المتوسط نرجع ونقول في اطار الظروف والتغيرات اللي نعيش فيها دوليا اليوم برمجنا عملنا برنامج وعملنا اتحاد سمينا الاتحاد الزراعي التونسي وان شاء الله قريب ان شاء الله يعطيونا مزال في الانجاز في طور الانجاز في طور الانجاز ان شاء الله يعطيونا تأشيرتنا وقت اللي في توفى الأجال يعني خاطر لا تعرف فما ظروف فما كذا لكن احنا برمجنا وعننا نضال في البحث العلمي وان شاء الله مش يكون عنا في البرنامج اول برنامج مش نسعاه الى احداث مؤسسة علمية تعتني بالقطاع الفلاحي الاصلي يعني احنا محناش مش ندخلو في الجينات اللي هي هاجينة ومعندهاش اصول او كذا احنا مش نبحثو الا في الاصول التونسية البذور والبذور التونسية والجميع حتى في الاسماك مش نمشيو حتى البحر لان احنا مش نمشيو منظمة فلاحية فيها البحار وفيها اللي في الصحر تعني بالامن الغذاء التونسي واللي تعني بالامن الغذاء التونسي بصفة عامة شكرا لك سيحسن نشتيوي فلاح مالك لأكثر من اربع وخمسين بذرة تونسية غصيلة نورتنا بالحضور اليوم بالحديث على المشروع نجاح يرفع الراس الكل تونسي عتيت انفس كبير عتيت امل كبير صفحته على الفيسبوك حسن نشتيوي اي انسان يرغب في انه ياخذ كميات مجانا من هذه البذور التي لا تقدر بثمني نجم يتواصل معه ويعاونه ويأطره ويحقق زدهو مشروع حياته وعليش لا يكون موجود معنا مرة اخرى ويحكي على مشروعه نورتنا شكرا لك شكرا برك الله وفيك برك الله وفيك على الحضور على التفاعل نتعدى ونشوف مبعادنا في نفس التوجه نفس الإطار والتمشي النجاحات التونسية الأدمغة التونسية خدمت وتقدمت ونجحت رغم كل السعوبات والتحديات والتفاصيل من خلال روبورتاج اهلا وسهلا ومرحبا بكم في فقرة نجاحات تونسية ونحكي هذه المرة على تعيين المهندس سقر المناعي أصيل مدينة جرنباليا في منصب مسؤول أول عن مشروع لصناعة محرك للسيارات بتقنية الهيدروجين وتتمثل المهمة في الإشراف على مراحل هذا المشروع من نواحي النجاحة التسيير والتنسيق بنزوز شركة كبيرة في صناعة السيارات واحدة فرنسية وأخرى أمريكية والهدف من المشروع في مراحلة أولى هو الوصول لصناعة وتسويق 900 سيارة بمحرك الهيدروجين لشركة كبيرة في صناعة السيارات كما أكد المهندس سقر المناعي على أن تقنية الهيدروجين فرضت نفسها في مجال صناعة السيارات وهي التي تضمن تشغيل مركبة الكهربائية أطول مدة ممكنة نبقى مع الكفاءات التونسية وهذه المرة مع المهندس التونسي خالد الطيف ألينا القاوة ذمن قائمة أفضل 30 باحث مؤثر في مجال الذكاء الاصطناعي وأنترنت الأشياء خالد الطيف هو أستاذ الهنسة بجميع هونغ كونغ للعلوم والتكنولوجيا وهو عالم ذو مكانة ريادية معترف بها دولياً في مجال الإتصالات والشبكات اللاسلكية وهو مهتم بالأبحاث المتعلقة بالذكاء الاصطناعي وأنترنت الأشياء وأنظمة تحليل البيانات العملاقة والأنترنت اللمسي وأنظمة السانج جي وبلغت منشوراته في هذا المجال أكثر من 600 مقالة علمية ويمتلك 15 براءة اختراع مما في ذلك 11 اختراع أمريكي وعمل بصفة خبير لدى مؤسسات مختلفة ذات صيد كبير في مجال الإتصالات والشبكات اللاسلكية وهو ما خلاه في كوكبة أكثر الباحثين تميزاً ومرجعية مرحبا بكم مرة أخرى تنجو تستعمل تليفونك أهلا وسهلا ومرحبا حمزة عداوي بعض لانتين أكيد مشتويكا شرفتنا ونواتنا باش تحكي على مشروع يسر يسر ملفت للانتباه أنا من المتابعين ربما والمتابعات لها المجموعة هذه مجموعة نحب نخدم وما أدراك ما نحب نخدم نوارتنا سيدي عايشك رابي نورك عايشك بسم الله الرحمن الرحيم الساعة أعطيكم بصحة الساعة على الفكرة متاع البرنامج ككل عايشك بهوال الاستيذافة نوارتنا عايشك نحب نخدم تويكة ثلاثة سنين عمرو نور ملمو نحكي خطوة خطوة ونفهمو هالحكاية وهالبروجي من يجيت وكيف يجيت 2019 طمبك الكوفيد والأزمة وقت اللي الناس شدت ديارها وكانت خايفة بشو تموت مرخوف ورجعت لذواتها وتفجرت برشا أفكار متاع مشاريع كانت الانتلاقة متاع نحبنها الانتلاقة الحقيقي هي بدت مارس 2020 يعني مع الموجة تاع الكوفيد الولانية جينا نشوفوا احنا فما برشا ناس كانوا يخدموا في بلايسهم وكل شيء أمورهم ريكلة بتقدر نكوها كاية سكرت المعامل سكروا الشركات ولا وبطالة ديسامبر 2019 هي بدت العبد مشفاهم 2020 ديسامبر سحيت شوية شوية بدنا ديجاء الجروب الصغيرة على الأخر وقتها 3000 يضحكوا علينا وقتها جو ديبيان يضحكوا علينا وما وقتها يعني ما فماش يعني شكون شديزة معاك حتى في جروبات حتى شيروا فيسبوك حتى في أي بلاسة بدنا بشوية بشوية صحيح كنا ثلاثة وقتها وقتها معايا مهدي معايا محمد تحية ليهم الناس هدوما أكيد عشق ورانيا تحية ليها برشا يسين زيدا ساحبي هذوما أربعة بدنا بعد ما كتعرف ديوي ديبا تبدلوا شوية اليوم الفريق قد سأوصل طيب كوصلنا أثناش الندمين من مختلف ولاية الجمهورية تنسية من مختلفين وثلاثة يعني دي بارتونير يعاونوا فينا ديجاء كل واحد بحاجة انتوما للناس اللي تحب تعرف أكثر تفاصيل على هالباج هذية والمجموعة هذية نحب نخدم هي وسيط ما بين المشغل وطالب الشغل صحيح الوساطة هذية فيش تتمثل المسار الحقيقي اللي ديمومت هالمسار هذية اللي ما هوش سهل حتى تعرف من مختلف ولاية الجمهورية التونسية كفيش تخدموه؟ طيب كأحنا عنا أثناش ندمين طيب كأحنا عنا مثلا من مصفقس من سوسا مستير سيديبوزيت جيبس تونس مننوبة مخلطين وكل واحد عندو يعني ديبلوم متاع وإلا سبيسياليتين متاعوه وعندو المهمة متاعوه؟ صحيط وإلا عندو حرفة وإلا عندو حاجة يعملتها أبار عندو المهمة متاعوه؟ عنا شكون لها بالليسانتر فورماتيون يعني توسكية فورماتيون في تونس عنا شكون لها بالماركتينج متاع معنى تسويق وترويج المنتوجات عنا شكون لها بالليسوفر دي ترافاي يلم ويجيبننا جبتني باشا قطلي فما شكون في مختلف ولاية الجمهورية بالتاليفون متاعوه كابتون بيخان فيما فما عوض الشغل يصور ويهبط على الباج وهكيكا المعلومة توصل في أقرب الأجل وبأقل زادا بأقل بأقل فلوس ووقت حتى نحن نجلوه على الوقت هو تويكا أميرا الوقت وقت إيقال الفلوس دونك تويكا أحنا التونسي تويكا لازم حاجة جي في ساعة سيرتوه في المناطق الداخلية اللي بالحق ناس تعاني بالحق ناس ما عندو مش حتى حق ركوب ما ينجمش يتنقل ويمش يعمل لزنخوطين مش ما يتنقل شراء ويخرج الساعة يخرج مدار ما فمش كيس معنى مش يستعمل ديب سواديزون من بعد يركب في النقل الريفي من بعد اللواش من بعد اللواش يطلع للسونتر تاع البلاد اللي مدينة اللي يسكن فيها كشنو مش عامل أصلا هو كي يبدأ عندو أنتر تهم شو سل تعب يعني بارميل الحكاية يعني لوصلتني بالحق هذه أقوى حكاية معناها إنسان وصل لمرض مرض بالحق زياد إنو جاهله تحية تويكا زياد يعني وصل كان يخدم ربس عليه وصل لمرض تويكا معناها في بلاد توا الفين واثنين وعشرين مواطن توسي ما نجمشيش بالدوسي ميديكال باش يمشي يركح أموره ويمشي يختم يرجع يعيش عليش من أنا منطقة هذي؟ والله يظهلي من سيدي بوزيت عليش؟ ما نجمش تحصل على الوثيقة المطلوبة؟ ما نجمش حاصل مشاهد شي جري جري ما نجمش حاصيله وأحنا تصور أنت يعني نحنا متتوعين هذه صعوبات وتحديات نحنا متتوعين عليش الجروب فيها تروافولي نخدموا على التشغيل والمشاريع الصغرى وعننا زيادة كوتية زيادة اجتماعية نحب نسألنا حاجة هنا هذو ما يتخدموا فيهم فما تقريباً 12 شخص من مختلف ولاية الجمهورية يخدم في مجموعة نحب أن نخدم أنتم ألعبتوا دور الوسيط لكن هذا ما يكفيش على خاطر باقي النتيجة اللي تتمنى أنكم توصلوها مية بالمية من طلبات الشغل ربما تلقى الملاذ وتلقى الناس اللي تلوي الشغل مش قاعد يتحقق شنو الأشكال؟ شنو المعادلة السعبة في سوق الشغلة التونسية؟ المعادلة السعبة في سوق الشغلة التونسية هي السوق الشغلة التونسية تبدلت اللي ريبيرت تبدله بمعنى؟ ما عادش الإنسان اللي يدخل يخدم معامل الفيزيك ولا عامل شيمي يدخل في معامل يمشي كاليتي ولا بروديكشن يمشي في سبيساليتي متاعه؟ يمشي عامل؟ صحي يمشي عامل ويمشي في سبيساليتي مش متاعه وتوي كالقطاع الخاص خاصة وما يخلصوش الأجر؟ يحبو الإنسان بوليفالون يعني تدخل أنت إنجينيير هو يساعدوا المشغل يجيب لك إنجينيير يعطيه مليون ومئتين وإلا مرات أربعمة ألف ومئتين سيفي بي ما يجيبش دي تكنيسيا أو تروات تكنيسيا؟ أنا نحب نسأل على حاجة فما برشل هنا أنت تبعت لنا وخرجت لنا عينات من التفاعلات الموجودة على الباجل هي تضحك وتبكي تبكي على الواقع الأليم للواقع متاع قطاع الشغل اليوم في تونس هذي نحب نسأل نحب نخدم هي صفحة من الصفحات أنتوما قلت لي أنتوما الأصل وغيركم تقليد فما برشا صفحات أنتوما قديش عندكم من أبوني كيفيش ربما يتحقوا الاستثناء مقارنة بنفس اللي باج ولا المجموعات اللي تحمل نفس التسمية نحن الاستثناء في الغروبات هي راو فما قبل زادة حتى فما برنامج تلفزي اسمه نحب نخدم نحن أخذينا الاسم نحب نخدم براتيكما لولاني بعض فما جي وشكول نعمل بعضنا باجات وغروبات وغروبات الاستثناء هما فما حاجتين يعني دو كريتير لازم يكونوا موجودين المصدقية الكريديبيليتي تكون صادق ليزوفر دو ترافال ما تجيبش ليجي خاطر نحن مرات ليزوفر يوصلونا نعملو نكلموا السيد بيدو يعني مولا الشريكة وإلا اللي يجيب الوفر نعملو معه نيقوسيسيون ونتنقشو معه في الشهرية في الخدمة في الوقت وكل شيء والظروف والدنيا كل قبل يعني ما نهبتوه أصلا نحن عاملين آم باريم يعني حاجات ما نهبتوش تحتها ما نهبتوش عسمين كنت عند دولة 460 دينار على ريجيم كران تويت وما نهبتوش على ثمانية سوية خدمة اللي هم بتاعهم تحاولوا انتقاء العروض اللي تحمي كرامة أي مشغل تويت صحيط والحاجة الثانية اللي هي اللي احنا حتى بعد ما يدخل يخدم نتابعه نحب نسلك على حاجة مهمة بارشا قلت لي هل الاثناش عابدة اللي قاعدين يخدموا في مجموعة نحب نخدم يخدموا بطريقة تتوعية وبصفة مجانية عليش الاختيار هذي؟ والله الاختيار هذي كان يعني من اللي بدينا من اللي بدينا اخترنا سيرتو عرض الشغل تكون بليش لكن ثم توجهه آخر ربما من خلال السيت اللي بيش يحضر على قريب إن شاء الله نحب نخدم الابليكاسي اللي بمقابل رمزي اللي يحب زادا ينتفع بكل المعطيات والعروض المتوفرة بطريقة آنية على إن حب نخدم هالتحاول ربما في الوجهة أنا يفرحني خاطر الناس كي تخدم تحب في المقابل تاخذ أجرها وتعبها تلقى مردودية بيش تنجم تعيش خاطر أنت تخدم بيش تكسب بيش تنجم تعيش تعايش عائلات هو نحن أميرا براتيك مو أثناش ندمي دروم أثناش ندمي مو مش كول يخدم موراوة أي ثم نسبة تاله وتخدم زادا بطريقة بشانية؟ سحيط عنا شكول عنا أدمينا من سيد بوزيد رحمة مستير في الأنجلي وفي الدار عمل دي فورماسي وقرات وديما تبحث وديما تلاوش ديما تخدم وكل شي ما نقري السلام هيش يعني ما عنديش مدخول به أحنا جينا شفنا جينا شفنا ثم دي زيت دي عاملو دي برجي فاندتود ديز أبليكاسي صغار مش عملونا أبليكاسي صغيرة دي تالفاسون التونسي اللي يلوج على عرض الشغل يعرفين يمشي ديرك؟ يا دي بوزي سيفي متاعو يحط لي كوردين متاعو اسمه لقبه وين يسكن ونمره التليفون والميل وكل شي حاجة صغار وكل شي ويعني في الكونتر بارتي اللي عنده سيرفيس واللي عنده خدمة ينجب يكون دهن يحط لي كوردين متاعو أنتي كتونسي مشد هندارك تدخل للأبليكاسي تحط يخرجوا لك دهن القراب من البلسة هذيك الكل وهي حاجة سيري اللي مش يخطموا لأبليكاسيون مش يخفوا عليها بالتبع لازم يخلصوا مش لدمينات ماذا مش يخطموا لازم يخلصوا مش حشم عراه إنسان ما يحشمش وقت اللي يطالب بحقه إنسان ما يخدمش وقت اللي يستثمر في مجهوده ويوري إنه وراه وعنده تجربة وعنده خبرة وعنده ثقل في المكان اللي هو موجود فيه وبالتالي يلزم يخلص عليه هذي حق من الحقوق التي لا نقاش فيها فما زد منعرج آخر إيجابي بالنسبة للمجموعة التي نحب نخدم بسدد إعداد والنظر في إمكانية تأسيس جمعية تكون هي تمثل مجموعة نحب نخدم وتكون نفس التمشي الوسيط ما بين رؤساء المدير العامين ما بين المؤسسات عمومية كانت أو خصوصية والباحثين عن الشغل فين بشتروس اللي حكاية وكيفاش تشوفوا الوجها متاعكم مستقبلاً هي الجماية التي تعطلت شوية لمحالها مش يكونوا عندها زوز أهداف يعني عنا حاجتين مش نخدموا عليهم هم طالبي الشغل معناها مش نقربوا لهم المشغل بيدو مش نعملوا ديرينيو ما بين أصحاب الشركات وجمع اللي الناس تحب تختم معناها تجيب سيفهم تلك صارت برشا حاجة تقبل كما هكا شو صعوبة اللي قيتوها شو اللي يعطلها الجماعية تأسي الجماعية مش تعطيلت احنا تعطلنا بحكم مرات واحد يخدم مرات تجي ذروف كما هكاية بثمتي ما البرانسيب موجود حتى شكون مش يخدملنا الأوراق وكل شاي موجودين وتفاهمنا في كل شاي حتى العبيدة اللي شكونوا أعضاء موجودين مش يكونوا زادة في 24 ولاية زادة مش يكون ممثل كل جماعية مش يكون عنا لوكان اللي غالب معناش فلوس احنا رغبوا نخدموا متوعين في الكوتين متى التشغيل زينا عاد خاطر احنا عنا بلايس أخرى ندخلوا منها مش فلوس اقل ملارزان تطوئش برشا انا نحب نسأل على حاجة زادة ياسر مهمة وقت اللي حكيتلي على المشاريع الصغرى اللي خرجت وترشقت من ديارة التونسية واحنا شفنا مع وقت الكوفيد وفي أزمة الكوفيد اللي غني واللي يشتح واللي عمل بريكولاج واللي عمل غسيكلاج متاع الحاجات اللي موجودة واللي عمل مشاريع الميكلة والطبخ أكثر المشاريع اللي بغمها اكتسحت السوق واللي القات رواج ومردودية مالية شنو المشاريع هذي هي المشاريع هذه تولدت يعني مدية وقت الكوفيد نسأل رجال اللي كانوا يخدموا فيها حتى الحلورة فم رجال يخدموا العكس بالعكس فم حاجة تارجال يخدموها نسأل فوردوية كوسميتيك مثلا وأي حاجة تبع الاستيتيك ومرأة فم رجال يخدموا فيها توقفة هذه بدأت من الكوفيد هي الموجة وتطلع هما العباد من الوقت يشدوا ديارهم من الوقت هذيك يعني نهار كامل في الدار سحية 2020 ثم نخذها الفكرة الذكة وفم نشيها مع الموجة متاع البتالة وكل شيء هاو كريكش في الدار وفم نشيها اجتهد وتوقفة يجني في الفلوس أنا اللي شاد ننتباهي زادة للناس سننشجحهم بش يدخلوا على السفحة هذية نحب نخدم تفاعلات ونصوص قاعدة تكتب حلقة ولحلقة ثانية أنا نقرأ ونضحك نضحك على خاطر الواقع المرير اللي نعيشوه قوته التونسي إنه يغلبوا بالضحكة يغلبوا بالأمل رغم كل السعوبات ورغم الميزيريا بالحق سمحني في الكلمة لكن شيء نضحكو على الوجيع فما حاجات الأسلوب اللي تكتب به هالنصوص هذية طريفة للغاية قلت لي سألتك قلتك شكون اللي يكتب خاتناعرف اللي انتم مقسمين هالمهام انتي تكتب نكتب انا كيفاش تكتب وشنوه الطريقة هذية ربما أنا مش نقرأ عينة صغيرة واحكيلي على الكتابة كيفاش تكتب ووقتاش تكتب وبأنا أساليب وتقوس باش تضحك على الواقع المرير للتونسي بالنسبة للجميع اللي يقولوا لـ 300 دينار تكفيك تبدأ تعرف تتصرف يا سيدي ناخده مثال حي خاولة لستاخ خاولة 25 سنوات من سيدي حسين تخدم 300 دينار في الشهر خد مقربة شوية عندها 41 دينار وستمية 26 يوم تخدم ناخذ نقل تاخذ نقل بدينار وستمية كل نهارين خاولة تصب تيكي عندها 1250 في الـ 15 خط نهار بعد نهار تصب تيكي مش كل نهار عندها 49 دينار وخمسمية 30 دينار لفطور تفطر في الدار تراوح نص نهار تفطر في الدار وتاخذ كين اللومجة بسكوية مغير ما نذكره الاسم بسوم البسكوية دينار 650 خاطر تهزم معها كسكروت بالزبدة من الدار خاولة كل ويكان تمشي تحاوس مع صاحبتها عندها 40 دينار اذيك 10 ألف دينار في الـ 4 أيام يعني كوننها السيدي تخرج معاديش الحق بشفوت 10 ألف دينار يا تشرب حاجة يا تشد بيب زمية وحق نقل وان 10 ألف فرنك 10 ألف فرنك ونقص تنقص عندها الفورفة 25 جيجا 22 دينار و 500 تعاون دا ربمية دينار عندها 25 دينار و تخطيها مصروف شخصي كل شهر المجموع 297 دينار 350 مليم تفضل زوز دينارات 650 مليم خاولة ما تشريش دبش خاولة ما تمشيش للحجمة خاولة ما تعملش برانش خاولة ما تمشيش للفريب خاولة ما تشريش مونجيلا و اكسسوارات سبيح تيكل كسكس يا أبواغ خاولة ما تشريش كعبة و كهو خاولة ما تعمل شيء يعفزها كميون اكسي تيغا اكسي تيغا دينار في البرنامج مش مش تشريوها لكاربة مش تعفزها فمتخطر بالحق هي راو شفت ستيل متاع الكتيبة متاعي من اللي بديل الجروب أسلوب ممتاز جدا حتى عوض الشغل هبطهما كيكا هما اللي يبعثوا لي يضحكوا تلمون يعني يضحك يعني ستيل بدينا بيهمل ديسامبر 2019 سبتمبر 2019 إلى يومين هذا حكيت خاولة جيت بالحق راو أنا يومين نستقبل في برشا ميسا جيت يعني أكثر من المية خاولة هي العينة اللي تعكس الواقع متع كل إنسان البطالي لو جعل الشغل مهما كان المستوى الجميع متاع مهما كان المستوى الجميع متاع وعليش خطرتويك أنت خاولة مثلا 25 مش تدبر في خدمة يجي يسير مشغلة ذا يعطيها دي سون دينار شهرية ولا تروي سون دينار خاولة شنو مش تعمل بيهم ومعاش احنا توفي تونس نشقارن ومبيل مصروف المرأة ومصروف الراجل سيكي في كيف راو إنه يشد انتباهي أكثر إنه الناس اللي تمشي تعمل وصيدة اللي يحكي معاها وهي حاملة اللي شهيدة جامعية يعني قارية بعد الباك أربعة وخمسة وفم حتى الست سنين يطلب منها ميتين دينار إنه بشعتيها لهوة وميتين دينار للسي بي بي يعني أربعمائة دينار في ظل التضخم المالي وفي ظل الوضع الراهن بأنا طريقة بأنا سيفة نعطيك ما أتعس فما ردود فعل ممتازة وطريفة اللي كانت ضحك وتبكي نرجع ونقول على الواقع المريل نعيشوه اليوم صحيح هي القصة ككل محاكاة الواقع اللي نعيشوه يعني أجوه صحيح نعيشو فيه كل نهار اللي أتعس من خاول أخذ التروسان دينار فما شكون يمشي يخدم نجي يسي المشغل أنا دي ما نحط سي باش نكبر بيه سي المشغل يعطيها خمسين دينار شهرية سالير تبدأ باك بالسترواء ولا كاتو العملة ماستير ولا فهم الدكتوراه زيادة عندي طفلة زيادة شفتها 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 شفتهم البوليكات صحيح يعطيه خمسين دينار اللي أتعس منهم اللي هما مش مش نسميهم يعطيه ما يعطيه شهرية جملة تمشي تخدم تسحح لك في الكنترات سيفي بي تاخد ديسون دينار سيفي بي وإلا كونترا كرامة أربعمل تالف يظهر لي ولا كيفيش ومبعد أنت تعطيها ما كسيفي بي خمسين ألف بقى احنا مش في نقعده ديما دي تخلصها بيش تخدم في النظرة السودوية هذية مش سودوية تليق بالشهائد وبالمجهود وبالكفاءات التونسية مش مرشة لكنها موجودة ونرجع لهنا ونقول كل إنسان فين يحط روحه وفين يحط بلاسه وكيفيش يقدم المواهب متاعه وكيفيش يفق البلاسة متاعه أكيد أنا 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 اللي شد انتباهي أكثر في أسلوب الكتابة متاعك ومبكري سألتك في الكواليوس قلت لك فهم مشروع متاع عن سيناريست نجم تكتب نصوص يعني ينجم حتى أنت لتوى ما عندكش خدمة قارة من بلاسة لبلاسة من ثنية لثنية وعندك بارشة أعمال تطوعية وتحب تحل الباب قدام الناس اللي تلوج على شغل وربما أنت لتوى ما لقيت المحطة اللي تغرس فيها روحك بالجداء بالجداء أنا شفت فيك ثنية بتاع إنسان يكتب مليح سيناريوات سكيتشات مسلسلات عليش ليه ربما متبشيش في ثنية هات والله هي الفكرة بدت من خولها هي كفكرة صغيرة وبدت تكبر أنا من أول هاركي هبت بيبليكاسيون يعني كرجعت بعد ساعة ونص الحكاية وصلت في برشة باجيت ويهبت وفهمه يعني انتشرت الحكاية بصفة غريبة بالنسبة للكتيبة رو أنا ديما أشوف البروجيات مثلا البروبوزيشون الجيني جيت البروبوزيشون متاع جيت البروبوزيشون متاع متاع شكريت صغير صحيت ولا سيدكوم ولا حاجة لكن السؤال متاعي ديما أنا نوجهه الروح شكول مش يستنفع من السيدكوم هذك خاطر كي مش نعود هالهم من التليفزي وإلا في قصة ولا في مجلة شكو مش يستنفع مش نستنفع أنا مش نبيحهم لكن في نفس المشروع هذك شكول مش يستنفع المتلقي المتلقي مش يستنفع الناس اللي يلوج على خدمة يعتبر من تجربة الناس اللي يتعداتوا بنفس المرحلة لكن يعتبر من التجربة ويتعلم الدرس ربما انتي بش تفيد أكيد من ملاشة كفية خاطر احنا قبل للأسف يعني ما فمش شكول نسحنا أعمل هكذا ولا برا أقرأ وانجلي مثلا ولا أقرأ الماء ولا أعمل دي سيسمها مش يسميهم الفورماسيونيدي صغار هذو مثلا الله غالب لحنا توقع هما بالحق يحمد وربي فهما برشا عبيت تنسح فيهم وبليش لازم يسغلوا الفرصة ما يزربوهش يصبروه شوية وتتحسن قدر تربيه شكونا لك حامزة عداوي سانع محتوى مؤسس مجموعة نحب نخدمها على الحذور على الأطلالة على الروح اللي فيها برشا رغم قساوة ربما الوضع الحالي للسوق التونسية احنا منشوفه كان الخير منشوفه كان أبواب إن شاء الله تفتح في وجهك في وجه كل الناس اللي تطلب شغل من 24 ولاية من ولاية الجمهورية وتحيل كل الناس اللي يخدم فيها المجموعة بطريقة مجانية نورتنا شرفتنا شكرا ليك أقعد معنا خلينا نستقبلوا مبعضنا مونيا جلسي شادت بلاستها مرحبا بيك نورتنا كنت موجودة أنا متأكدة وكنت تتبع في الناس اللي كانت تكون وكنت تسمع في كل الشهادات الحية سيحسن نشتوي لكي نحكي على القمح وال54 بدرة أصلية كنت تحكي على مجموعة نحب نخدم مع حمزة العداوي مدربة وعي وأحنا اليوم نحب رغم قتامة ربما مشهد سوق الشغل في تونس نحب نقوله فما أمل لكن فما معوقات يجب أن نغذروا الهمليح ننطفوها ونصلوا الهدف في المنشوت أول حاجة ما المقصود مدربة وعي؟ مدربة وعي هي تدريب على كيفية أو على الوعي الذي تعاش بها الحياة أنا منيش برشة مع مدربة حياة لأنه في النهاية الوعي هو اللي يعكس الحياة فدرجة الوعي اللي بيش يكون عليها هي درجة الحياة أو نوعية الحياة لكالي تي دولافيت بيش يكون عليها حياتك دونك نفضل الأشخاص تخدم على الوعي متاحها فتعكس هذا على الحياة متاحها ربما الناس قاعدة بهتا وتقول لك شنية الحكاية متاع الوعي أول مرة نحكيه بالخطاب بالمنظور هذية لكن أكاديميا للناس اللي فاهمه واللي طبع في المجال هذية في سلم الوعي حسب هاوكينز فما درجات درجات وعي منخفضة جدا منخفضة مرتفعة ومرتفعة جدا أعطينا فكرة على هالترتيب وعلى درجات الوعي اللي من خلالها فما ناس تعيش الجنة في الدنيا هذي وفما ناس تعبط للحذيذ للأسف بدرجات الوعي منخفضة متاحها فاهميرا خاليني نشكرك على اليميسيون على البختي هذية من اليميسيون اللي حبيت أنت تدخل فيها هالمعلومات الجديدة والمنظومة الجديدة متاع الوعي عايشك هو شكروا لكل الفريق اللي يخدم فيها برافو لكيب لكل ما شاء الله إذا كنا مش نحكيوا على سلم هاوكينز أقبل جس عندي دو موات خيزة فقط أنا جيت بش نقولهم اليو وإننا في برنامج يهتم بالبعث المشاريع إلى آخره اللي نحب نقوله اللي راهوا أي مشروع في الدنيا هذي وأكبر دليل سيحسن واللي قالوا قبيل أي مشروع راه وراه تطور روحي فالهدف حقيقة ما هوش المال حتى لو بدية ظاهريا المال لكن ناكدلك في مرحلة من مراحل الحياة ومرحلة من مراحل الوعي راهو المشروع بش يولي فرصة للتطور روحي هذي النقطة الجوهرية اللي هذا النقطة الجوهرية الثانية راهو خلال تطورنا وخلال رحلتنا وخلال البخوجي أي باعث مشروع هو خلال الرحلة هذيك راهو بشي واجه الجانب المظلم اللي فيه وهنا ما يزهب نااش نحاف ما يزهب نااش نخافهم الفشل وما يزنناش نخافه ربما من الاشكاليات اللي نعنيوها مع رواحنا ذاتيا نجمو ننطفوها نعالجوها مش نتعديو إلى أبعاد أخرى وإلى مسار النجاح حب نذكر لهنا ونعرج ونقول مبادرات نجاحات مشاريع المهم قدم فوق بلاستك وخلي أثر فيها الدنيا والحياة نرجع لسلم هاوكينز درجات الوعي اللي من خلالها نحدد مكانتي أنا دون خلينا طول نحكيه مش نحكيه على سلم هاوكينز قلنا اللي في النهاية الشخص بيش يمر بالجانب المظلم اللي فيه الجانب المظلم هذي في سلم هاوكينز اللي هو من قياس لقياس الوعي يتمثل في الدرجات أو في الطاقات المنخفضة اللي هي من صفر حتى تكشي المتين ومتين هي شجاعة السلم هذي هو السلم لقياس الوعي يرتكز أساساً ظاهرياً على المشاعر لكن هو ليس مشاعر فقط بقدر ما هو حالات من الوعي معناها كنقول اللي في أسفل السلم رهو فم العار هي ليست مشاعر فقط إنما حالة تعاش بها يعني تلقى الشخص هو سلوك هو يعني ينغجي كاملة متاع الشخص تلقاه في إحساس بالعار من الجسد دمتاعه من أنه أنثى أو ذكر من انتماءاته الدينية من انتماءاته البلد معين فالإحساس بالعار هذا يا مثال ما يخليش الشخص يقدم على مشاريع هنا نحب نحدد فمعار تعنيب شفقة أسى خوف شهوة غضب كبريا شجاعة محايدة استعداد قبول حكمة حب ابتهاج سلام وتنويات هذه هي المراحل اللي من خلالها تنجر تعرف أنت فيه وبالتالي مرحلتك هذه هي لتحدد مستوى فكرك ومستوى سلوكك وبالتالي استراتيجية العمل لمتاعك ومكانتك الاجتماعية فسر للناس والشباب الناس اللي اختارت الهجرة الناس اللي اختارت الخوف الناس اللي اختارت الهروب من الحلول أول حاجة دجا عريد أنه يدرك أنه فما السلم لقياس الوعي رأو حاجة مهمة أنه يدرك مرحلته من السلم هذه 50% من الطريق التشيفي وطريق التحرر والتطور دون إدراكنا نحنا فانا مرحلة في السلم رأو مهمة جدا 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 الناس اللي عايشة من السفر حتى تكشي للمتين هو مستوى الشجعة دونك عايشة بالعار بالتأنيب بالخوف بالأسيب اللي موبايلات إذا كان الغضب والنقمة على الواقع الموجودة طبعا وهنا حتى إذا كان نحكيه عن الليدرشيب نحكيه على شخص بش يبعث مشروع مستحيل مشروع ينجح في وسط الغضب مستحيل تلقى ناس قائد إذا كان بش يقود بالغضب بش يكون ديكتاتور مش قائد دونك لما يدرك أنه رأو فما عنده من الغضب ويتعلم يتعامل معاه ويتحرر منه فعلا وقتها يرتقي دونك سونيا بالنسبة للإنسان مونيا بالنسبة للإنسان اللي يعرف روحه في أنا مرتبة وفهم الإشكال يمتاعه كيفاش ينجم يعالج هالإشكال هذية ويتعدم من مرحلة الأخرى بأساليب بسيطة تقنيات سهلة برشا وربما موجودة في حياتنا موجودة وسهلة وما يستحقش لكوتش لبسي أول حاجة أنه يدرك أنه يقعد مع روحه ويدرك راه وفعلا عندي مشاعر عار أو غضب أو تأنيب إدراك الشي دي جاء خمسين بالمئة من رحلة ومن التشافي الساق هذي الحاجة ومن بعض ثاني حاجة فهمة لتكنيك سهلين هالإخر عندك مثال أنك تكتب وتحرق الكتابة والحرق أسهل شي منها تبدأ قاعد عندك موقف مخزن في الذكرى متاعك أو يستفز فيك مشاعر أكتبوه وأحرقوه وتتحرر من كل تلك تقس من التقوس تقس من التقوس حاجة أخرى فما طريقة اللي هي أنا آسف أرجوك سمحني شكرا أحبك اتمارسها بواعي على المشاعر اللي خرجت لك على الأحاسيس على الذكريات على الصدمات وتتحرر منها تتحرم شيء دي وطبعا دكتور هيولن صاحب التقنية يعني معروف شافة آلاف المرضى النفسينيين بالتقنية هذه فقط هنا يعني قبول وتنطلق على روح وأنتي جيت للنقطة الثالثة اللي أنا كنت باش نقولها هو التمرين أسهل منه وهذا ما فهميش معنى إنه لما تدرك إنه عندك هذا الجانب المظلم مثال عندي إحساس بالغضب نقول للروحي أنا أتقبل القبول أتقبل الجزء مني الغاضب وأتقبل الجزء الرافض للجزء الغاضب معنى هما دوبة أختي على خاطر نحنا كي نتغشوا ما نحبوش نتغشوا زيدا نقولوا ليش معنى أنا غي أجيب الطريقة ديك أو كان أسبارت أو كان نرزنت أو كان ما في النهاية أنت تتقبل الجزء الغاضب تقولها الروحك نقبلك مرحبا بيك عندك أكيد هو في النهاية الظلمة اللي فينا شنو تحب تقول تحبنا نستعرفوا بها راه يسوفي استعرفنا وقبلنا تتحرر مننا ونقبل الجزء الرافض للجزء الغاضب مصحبا أنك توصل للمرحلة هذي فمناسي اليوم مختصة ومؤطرة نجم تعاوننا إذا وصلنا لمرحلة وعي إننا نلوجه ونفتشه وشلو المشكلة اللي عندي باش نجم نتجابزه باش نجم نكون موجود في مجموعة باش نجم نعمل مبادرة نعمل مشروع ننجح ونفك بلاسة إذا عندي برشا عوائق يلزمني ننظف شكون يعاوني فمنا مؤطرين مختصين أكاديميين فمنا فمنا شوف أنا دي ما أقول هي ستين نوعية حياة معاينة إنك تقرأ كتب إنك تخالط علاقات زي دا معاينة مش الوعية الجمعية إنه نسمعه فيه نفس الكلام إنك تمشي فما دي كوتشس فما دي بسي فما علماء اجتماع فما العديد والعديد من الطرق إنك تشارك في نوادي إنك تعمل تياتخ إنك تمشي لسينيما فما تغابي بغ لتياتخ فما لي تكنيك إنيجيتيك طوى نحكيه على نحكيه على عدة تقنيات معلها كل شيء أصبح مطاح فقط أنت أعمل لفهم يبا وامشي وكون مستمتع بالرحلة هذه هي لن تكون رحلة سهلة لأنه شخص بشي واجه الظلمة ونحنا نشوف أنا نقول نحنا حتى ظلنا فالثنية ما ننتبهولوش الظلمة لدينا اللي هو راه أنديس على الظلمة اللي داخلنا فما بالك باش أنت تشوف بلايسيوغ إيموسيوني باش تشوف رفض متاع لباغان بتاعك وانت صغير باش تشوف معناها تجربة مؤلمة تعديت بها وتخرجها وتشوفها وتشافيها سوف أفخون يعني الانيرجي وقت جهد ما في النهاية كانت شد صحيح ستكتشف القدرات وذي عليش سيحسن نقبيل أعجبني على الأخر شفت قليك عسامي التكوين روعة سنسات سبتدائي روعة لكنه اليوم حامل لمشروع وطني مؤهل أنه يشارك فيه مصابقة دولية للجناثة العالمية بقمح تونسي ذات جودة عالية هنا صدقني مشيت شكرته بعد مخرجه وبالحق هنيته هو فخر التونس أنه عنا الناس هذا وهنا بش نحكي هو على درجات الوعي فيه موجود فيه موجود هو فيت الحب وفي السلام ووصل لدرجات تنوير عالية لأنه تجاوز نفسه أصبح يحكي على قضية كاملة على لسالة كاملة هو يقول لك معناها بعد هذا إرث تونس هذا يقعد التونس فدي جه درجات درجات الحب هنا نحكي نوياك قبل وحذرنا قلت لي أي إنسان يحب ينجح يلزم يوصل مرتبة الحب يحب روحه يحب الناس اللي ديره به يعطي دون مقابل هو أعطاه دون مقابل ولليوم يوزع القمح والبذرة بيدون مقابل ويمشي ويعاون في الناس وقال كلمة مهمة جدا قال الفلوس توجي وحدها شكاير الفلوس معناها ما عادش لابجيكتيف الفلوس لابجيكتيف الرسالة لابجيكتيف القيم وهنا يوصلوا تناغم ما بين الروح متاعه والقيم اللي جات الروح متاعه اللي تجسدها على الأرض حقيقة وبالتالي شنو تنجم تقول لكل شاب ربما في ظلمة في عزلة ما عندوش ثقة في روحه ما عندوش ثقة في البيئة اللي توجد فيها ربما الأم والبو مستوى محدود ومنخفض جدا بالنسبة لها الأمل في الهربة في الحرقة في في شنو تقول لهم الناس اللي قد فتت التجربة سامحني إنو راهو باب مسكر طريق مزدود الحل فيش اليوم نقوله آمن كيف ما قلت يحسن نفس الشي آمن بالقدورات اللي عندك آمن اللي ربك يجيبك للدنيا هذي مش بغزاخ وراو حط فيك بذرة متاع تفرد وتميز وجيت بش طب ضعف الدنيا هذي جرب وفشل مش مشكل لكن جرب أخرج وريد بشوي بشوية تكتشف أصلا عليها جيت تكتشف التفرد اللي أنت عندك وما عند حتى روح أخرى فما تقفش ما تقولش ما فماش إمكانيات ما تقولش لبلاد نجم ونرمي ومعنىها رهوة معنىها المسئولية لكل أي شي قدامنا إنك تخرج من دور الضحية رهي ستيف نمبر وان أول حاجة أنت مسؤول على حياتك على إنك تخلق لحيات اللي تحب عليها نقطة مهمة برشا إياك إنك تلعب دور الضحية وتحمل مسؤولية الفشل لمتاعك الأطراف وإلا ناس وإلا هيكل وإلا المؤسسات تحمل مسؤولية الفشل وتحمل مسؤولية النجاح حتى أنت سيد نفسك هذا اللي يجب نوصلوله اليوم الوعي هذي بيش توصله لازمك تتعدى بالجانب المظلم اللي فيك تدرك وجوده تحتويه تحتويه ظلمتك ونورك وفعلا في النهاية تشع بك التفرد اللي يجيت على خاطره لهذه الرحلة الأرضية الناس تحس اليوم فقت نحكيه على وعي نحكيه على إقبال نحكيه على ناس تقرأ 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 تحاول تختص تحاول تمشي الناس فهمة الناس فهمت لازمها تخرج خارج الصندوق اليوم هو حتى على المستوى الطاقي الأرض بكل انتقلت للبعد الخامس وفي النقلة هذه بتاع الأرض وترددات الأرض طلعوا برشة فأوتوماتيك مو ترددات الناس بيش تطلع لكن رهي فرصة بيش تركب الموجة يميرز دور الضحية رهي بش يقعد في البعد الثالث نحن حكينا معناها في اللي لايف والكل حكينا على الأبعاد هذه لكن النقلة اللي صارت هذه إذا كان مكش مش توكبها وبرشة قاعدة تصير لهم الاستينارة والاستفاقة والكل رهي بش تقعد في نفس الأدوار هذه كفي خلق نفس الواقع في الواقع الضيق جدا الواقع المادي البحث وانتي وريد الناس اللي تعيش في الواقع هذية تقول أنا وين شبيني منيش فرحان اكستيغا حتى تبدأ عنده فلوس لكن مش فرحان الواقع المادي هو الواقع اللي ظل للإنسان يلزمنا نعيش وانا واقع اليوم أنا نقول ديما أرجع لقلبك اسمع قلبك أرجع للروح متاعك رهي قاعدة تقاد من الجزء هذيك من جزء القلب من الفضاء الرحمة والحب هذيك وأكيد أكيد الرسالة صحيحة في اللي تحس فيه هو الصحيح شكرا لكم ونجلسي مدربة وعي على كل التوضيحات بخصوص مراحل الوعي بخصوص ربما الاشكالية اللي في دواتنا وتكون هي عائق لمسار النجاح والمبادرة والتظاهرة اللي نخدم عليها وننجح فيها هكذا تقريبا وصلنا إلى نهاية المشوار السماعة من زمان عدينا من خلالها تجارب شهادات ونصاح قيمة لا تقدر بثمن الناس عاشة التجربة تحب تعيش التجربة تحب تتواصل معنا صفحتنا على الفيسبوك عشرة عشرة موجودة موجودة وموضوع على دمتكم مرحبا بيكم وتفاعلاتكم تبقوا على خير فيلمين باي مارسي اشتركوا في القناة